أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المجاب وعلى آله وأصحابه وأصنا خديمه وأجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وصلم داعيا مجاب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوة أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما فلق ومن شر غاثق ذا وقبل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وصواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا آخذة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهل أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأييد على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو سرعة أو زيق اللسان أو مقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفدنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقوم بالعافية عدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصب بسجال عفلك على جنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأنم من الجوع والخوف بلادنا وصائر بلاد المسلمين يا ربنا اللهم نقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهننا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر أحدا علينا وأرضنا وارض عنا وباسمك الكافي إفنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واللهم إني أسألك من كل خير سعلك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك ربنا تقبل منا إنك أنت صنيه العليم وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفرني ولوالديّ وللمومين والمومنات والمسلمين والمسلمات لحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وصلى مبارك وخديمه وحبيبه عليه الصلاة والصلاة بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآله بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاصم مهلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجنعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواقذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرد سواك كن لنا تفضلا ولا تواقذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالعفور وأسبلن علينا رب عافية وهبذنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واصدبنا نهج رشد وكفنا زلل واطرد لنا الجن والشيطان يالله وكمل كل ما ننحو ونقصره وهب لنا كل ما نختار يالله ورب لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسر كل ذي التعسير يالله طول لنا عمرنا صحه لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يالله ودمر كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يالله يالله وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلاي الظهر يالله وكن معيذا لنا من شر ذي حسد مع شرفا من وشر العين يالله وشر سحر وشر الخلق إنسهم ومع جمهم وذوات السم يالله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب ندفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيم رمضان الأعظم يالله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي ثمانا وتجاوز عنا وأنزل يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآباب والمزايا وقفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وقفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر وراء يا شافي أنزل الشفاء كما كان الدائي ولا تعامل ما جد ابتلائي واشفئ جميع المسلمين عاجلا تنقهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم عدا لكن ما تلذل الجوارح أفضاهم لأقبه القبائل فلا تواخذهم بما لا ينقسك يا مالك الملك يا من جل عن قود اللهم ننصر به دينك وأعلي به كلمتك واجمع به كلمة الأمة على الخير ووفقه لما فيه مصلحة العباد والبلاد والأمة الإسلامية والأمة الإسلامية قاطبة اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا كرم يا من يفعل ما يريد إن هذه الأمية العظيمة التي خلفها الشيق الخليم وأنجزها الشيق الخليفة لإعلاء كلمة الله العليا نسألك اللهم أن تطول بقاءه فينا منبونا بالصحة والعافية والقدرة والقوة حتى يبتمل المشروع كما يتمناه وتتقوى أركانه ويؤتي ثماره وأكله بإذن الله تعالى وحتى يحقق مشاريع خديمية أخرى فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم منصر كل من يعين الشيق على أداء مهامه ومشاريعه من أهل وأقارب وأتباع اللهم مكنهم بقوة وأيدهم بنصرك حتى يقوموا على مسؤوليتهم خير قيام ويوفقوا بالغضا والنجاح بكل مرام آمين يا رب العالمين يا رب يجعل المريدين معا في حسنك الحسين والشمل جمعا ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساع يقبلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الوراء محمد وآله مع الصحاب العبد واهفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقضوا حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان واستسلامه وجازهم عنه بالغفران وبالكرامات وبالرضوان وجهبهم إلى الهدى والخير واصرفهم عن الرباء والضير واهفر لهم كل لغا وذنب وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور ولا توافذهم بما قد اجرموا في السن والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدون يا بر يا مجيب يا كريم واصرف قلوبهم إلى الطاعات بالعلم والعمل في الأوقات بجاه أفضل الورى محمد وحق شهر رمضان الأمجد وحق آله وصحبه جميع وحق كل ذي سعادة مطيع وصليا عليه ثم سلما وآله وصحبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وإله يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم استوى بالقهر يا الله أرمي عجائب قدرتك فيما أتمنى وأطلب وأكرمني بسرعة إجابة دعائي ببركة عبد الله وخديم رسوله خليلك وحبيبك ووسيلتي إليك هب لي مرامي يا وهاب دون عنم والتكفي برسول الله كل بلا هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في ذن دائي يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صلِّ وصلِّم على المتنم وقل لي عصم بلا انتهاء اللهم صلِّ وصلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد من نبي أمي مجاب وعلى آله وصحبه وأصنا خديمه واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم داعي المجاب آمين يا رب العالمين ببركة عبد الله وخديم رسوله خليلك وحبيبك ووسيلتي إليك يا كتاب الكريم أنت بيلي وخليلي وكون دخاب دو تبيبي يا كتاب الكريم أنت بيلي وخليلي وكون دخاب دو تبيبي أنتا كيسي ومخاري أنتا جائي أنتا كنسي يا فرقو بلا بيبي يا رسول الله خليم أنتا إمامي سلطة فوق تحجي ورا إرامامي سلطة فوق تحجي ورا إرامامي سلطة فوق تحجي ورا إرامامي سلطة فوق تحجي chose دخاب دو تبيبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة